بسم الله الصلاة والسلام ورسول الله أخوكم المثنى عبدات من القناة قيك موضوعي 5 أدوات إكس بوست الحلقة الثانية في هذه الحلقة راح نتكلم عن 5 أدوات استخدمتها وشوفي عني أنها مفيدة اليوتيوب أدوية هذه باختصار أدات تمنع كل الإعلانات اللي في اليوتيوب اللي في داخل الفيديو طبعا مو الإعلانات الخارجية الإعلانات الخارجية بيمكننا نستخدم برامج مثل لبرامج الآدوية والآد بلوكار وغيرها وشرحتها في الدرس السابق 5 أدوات إكس بوست الحلقة الأولى وفي برامج الروت أيضا طبعا نقوم بتحميل الأداة الأداة من مطور عربي اللي هو ونام مغربي يستحق كل الدعم وبسيطة الأداة بضغط الزر تفعلها ونلاحظ أن الفيديو هذا في القناة 10 برامج يستخدمين الروت الفيديو يحتوي على الإعلانات لكن الأداة تمنع الإعلانات الأداة الثانية الواتساب أو الأداة الرابعة هذا باختصار الايقونة في الأعلى فبالتالي بإمكانك تعديل على الواتساب طبعا هذه الأداة فبالتالي بإمكانك الوصول إلى الاسم اللي تريد أن تستخدم مع الواتساب بإمكانك أيضا قفل كل محادثة في الواتساب برقم سري والجميل واللي أستخدمه أنا اللي هو الاتصال تعديل على زر الاتصال بالتالي تتصل دايريكت على جهات الاتصال مو باستخدام الواتساب أو الاتصال الواتساب اللي ممنوع لدينا الأداة الثالثة الباور ناب هذا باختصار للحفظ على استهلاك البطارية وكذا تقول له إذا وصلت البطارية مثلا أنت تحدد 20% 10% 50% تحدد إذا وصلت البطارية لهذا الرقم تحط الشاشة على أقل شيء تقوم بإغلاق البلوتوث وغيرها الموبايل داتا وهكذا الشيء الثاني هذا المود هو طبعا يحتوي على مودين المود الثاني هذا بإمكانك تقول له وقت الشحن أو إذا وصلت البطارية إلى هذا الرقم تمنع كل البرامج من العمل في الخلفية وهذه البرامج اللي ظاهرة قدامك هذه زي الويتلست البرامج اللي مسموح لها تعمل في الخلفية طبعا يساعد في حفظ البطارية بالذات إذا كان شاشة الجهاز مغلقة الأداة الثالثة اللي هي الفونتر هذه باختصار تغيير خط الجهاز طبعا بالروت بإمكانك تغيير خط الجهاز بالإكسبوس بإمكانك تغيير خط يعني كل برنامج بالروت بإمكانك تغيير خط النظام أقصد يعني هنا بإمكانك تغيير خط النظام وخط كل برنامج يعني لاحظ مثلا أنه تويتر طبعا فيه بإمكانك تحط ملف تبحث على الملف اللي هو فونتر ثم فونت في مدير الملفات وتحط خط إذا تبغى من بره زي خط المهند وما إلى آخر لكن الخطوط اللي موجودة في البرنامج بإمكانك يعني تكبير الخط تغيير لون الخط فأشوف يعني أنا أداة ممتازة خاصة أنه في برامج يكون خطها يعني مر صغير لاحظ الآن الخط أسود نحط بولد ولاحظ أنه نغير لون الخط الآن لو أسوي عمل طبعا لازم نقوم بإقلاق البرنامج اللي هو تويتر مثلا التجربة عليه ثم ندخل البرنامج مرة أخرى سنشاهد التعديلات أو التقييرات لاحظ أنه لون الخط زار أزرق أو زهري شيء زي كذا فهذا من الأدوات اللي يعني أشوف هنا مفيدة طبعا هنا هذه آخر أداة اللي هي الـ Graffiti Books هنا انتهى الشرح يعني إذا أنت مستعجل هذي حطول في هذه الأداة لأنه يعني مرة مفيدة طبعا لاحظ أنه تعدل على شريط التنقل شريط الحالة العدادات الباي اللي هي قائمة سحب تظهر في الهاتف عدادات الطاقة شاشة العرض بإمكانك تعديل على الشريط العلوي والأسفل وفي أشياء حلوة لاحظ شاشة القفل بإمكاننا نحط اختصارات للبرامج أو بإمكانك تحط اختصارات للبرامج أو اختصارات مثل مثلا طريق ترجم أو وضع قيادة شيء زي كذا يعني أدوات مفيدة مرة فمن البرامج أو الأدوات المفيدة Graffiti Books ومشهورة يعني أنا كنت حسوي له فيديو خاص لأنه مرة طويلة أو فيها أدوات كثيرة صعب أنه نلخصها في دقيقتين وثات دقائق لاحظ الماستر سويتش هذه العدادات السريعة طبعا بإمكانك تضيف أدوات مثل أنا مثلا ضايف Graffiti Books فلما تسحب الشاشة تلاحظ أنه في Graffiti Books التعديل على الشاشة المنسدلة أو قائمة السحب السريع من الأشياء الحلوة أيضا فهذه الأدوات شريط الحال اللي هو الشريط العلوي بإمكانك تلاحظ الآن شريط الحال أزرق طبعا فيها أدوات ثانية مثل X Mode بإمكانك تغيير الساعة والشريط هذا كل واحد بلون يعني يلحانه لكن هذا يقوم بتغييرها بالكامل تغيير شريط اللي في الأعلى البطارية بإمكان أن نوضعها دائرية بإمكان أن نوضعها دائرية مع نسبة كم باقي من الشحن بإمكان تتغيير بسمكه بإمكان تتغيير بلونه يعني شيء كويس هذا وقت الشحن كذا يكون يعني يعمل زي راح جال زي الوميض وشيء كذا يدل أنه الجهاز يشحن وبإمكان ك تحذف الميزة هذه ما أشير حركة البيانات هذه الاثنين اللي هي يعني تقول لك سرعة النت أنا طبعا ما أستغني أنا لأنه بعرف كم جالس يطلع في سرعة النت يعني خاصة مع النت التعبان حق STC من الشياء الحلوة كمان عندنا اللي هي يعني مثل ما تلاحظ قدامك مؤشر حركة البيانات شاشة يعني فيها أكثر من شيء مفيد عدادات الباي هذه باختصار دائما استخدمها وقت المكتب الموسع وقت الشاشة كاملة المكتب الموسع راح نتكلم عنه بعد شوي لاحظ أنه بإمكاننا من زر الباور نقوم بتفعيل هذا الوضع لاحظ أنه في اليسار مثل ما هو واضح يعني تستخدم الجوال بالشاشة الكاملة مفيد جدا خاصة في برامج تويتر في التصفح فشيء كويس يعني الوضع خاصة أنه الأزراء اللي في الأسفل والشريط العلوي يأخذ مساحة من الشاشة بإمكانك طبعا تحط عدادات تحط برامج اختصارات تحط أنا مخليها زي ما هي كذا عجبتني يعني ما أحتاج لأعدادات هذه الخيارات برضو بإمكانك تحطها اللي تظهر الساعة والوقت وبإمكانك تشيلها بإمكانك تغير اللون أنا حاط أزرق وحمر بإمكانك تحط أزرق وسود أي لون ثاني يعني على مزاجك شاشة العرض هذه اللي فيها الوضع المكتب الموسع بإمكانك تقوله لما أنا أشغل وضع المكتب الموسع يعني خلي لا تظهر الشريط العلوي والأسفل أو تقوله إذا سحبت بالشاشة يظهر يعني فيه أكثر من خيار إخفاء شريط التنقل أو يعني أكثر من وضع فمن الأشياء الحلوة يعني في هذا البرنامج طيب من الأشياء الحلوة كمان عندنا اللي هي طبعا تلاحظ قدامكم فاتح الجهاز ما تكلمت عنها وفيه أشياء كثيرة أنا حاول اختصر أخذت يعني ممكن أفضل خمس أشياء استخدمتها والله فيه أشياء كثيرة لاحظ هذي اللي فوق هذي شعارات سرعة الانترنت اللي هي حكت الأمين روم 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 معروف يعني مطور معروف كان مشهور في السابق وإلى الآن يعني مشهور فهم أخذين الطريقة هذه منه وفيه برضو أداة ثانية تقوم بنفس الطريقة طيب الكستوم كي سيتنغ هذي تحت في الأسفل تلاحظ انه صار عندنا خمس مفاتيح بإمكانك برضو تغيير هذي تلاحظ انه لما تحط اللغة العربية يجيك بالعكس حق الرجوع وزر البرامج اللي تعمل في الخلفية فإمكانك من تحت هنا تعديلها يعني بإمكانك تحط الشكل ثري دوت أو ست دوت اللي هي يعني ستة انقاط وثلاث انقاط وزي كده بإمكانك تحط ها شفاف اللي هي هي طبعا بإمكانك تحط مثلا إذا ضغط إذا ضغط راح يفعل سطح المكتب الموسع ضغط عيدية إذا ضغطت ضغط مطولة في اختصار ثاني إذا ضغطت مرتين في اختصار فتلاحظ عندك خمسة أدوات في الأسفل عندك لكل أداة هذه اختصار مثلا 15 اختصار عندك بس في شريط الحالة اللي في الأسفل الرجوع تقدر تخلي هذا اختصار اختصار الضغط العيدية الضغط اللي في الآخر هذه من الأشياء اللي نسيتها اللي تجيب لك الرام كان باقي منه وأنك تقوم بإقلاق البرامج كلها بضغطة زر لما تضغط على زر الخيارات لاحظوا أنه عندنا هذه طبعا ما هي موجودة في اندرويد الخام فهذه الأداة تضيفها لك تمنى تكونوا استفدتم وانتظروا إن شاء الله في فيديوهات الجاية ويعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته